الحرائق في مخيمات النازحين في مأرب لا تتوقف إذ نشب حريق هائل في مأوى أسرة نازحة في مخيم السويدة غربي المدينة الحريق دلع نتيجة احتكاك كهربائي بحسب الأهالي راح ضحيته طفل عمره 11 شهرا كان الطفل هنا قبل أن يلتهمه الحريق أثناء ما كانت والدته تعمل مدرسة متطوعة في إحدى مدارس المخيم هذا ما تبقى من أدوات الطفل الرضيع خسرت الأسرة جميع أثاث منزلها المكون من شبكة حديدية وخيام بالإضافة إلى المواد الغذائية حصل الساعة الرابعة ونصف الساعة عاشرة ونصف صباحا حريق في مخيم السويدة مربع 14 حصل كنا جالسين فرأينا الدخانة تصاعد إلى السماء فسرناه أنه حريق حريق بيته وحريق ما يقصر حريق كل ما يملك فيه وحريق طفلة فيه حريق آخر في ذات اليوم شب في مخيم كمبروضان شرقي مأرب التهم مأوى ثلاث أسر دون وقوع ضحايا بشرية وباتت الأسر في العراء بحسب بيار الوحدة التنفيذية للنازحين التهمت الحرائق المتكررة مأوى 146 أسرة نازحة في مختلف مخيمات النزوح منذ بداية العام الحالي فقط راح ضحيتها سبعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون وهذا كله بسبب تردي المأوى الغير ملاء بمحاوظ المأرب والشبكة العشوائية في الكرهبة تتكرر حوادث الحرائق في مخيمات النزوح في ظل غياب أدوات السلامة والإطفاء في حين لم يتمكن الأهالي بأدواتهم البدائية من الحد من انتشار الحرائق والسيطرة عليها قبل التهام كل شيء وسط شكاوى من غياب الدفاع المدني أو عربات الإطفاء كل يوم نحن نحن بيوت يحرقين ما نسر حتى نطفين بعض أحرين يجي وايت هنا بعض أحرين يحرقون داخلهم كذا نحن نجح نجح دنا ونطفين بقى الحاصلات معنا دبات من هؤلاء اليوم طفينها بست حبات ولا نفع جحيم حقيقي يلاحق النازحين في مخيمات النزوح الفاررين من نار حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية ولا بوادر أمل لانتهاء معاناتهم ومآسيهم سعد القاعدي جمان شباب مأرب